أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تحديد مرتكب واقعة بث العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة وضفت الداخلية أن مرتكب الواقعة فني شاشات إلكترونية واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عنصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج وأشرت وزارة الداخلية إلى أنه تمتخذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة